أهلاً وسهلاً بكم في درس الجديد من درس اللغة العربية واليوم طلاب الأعزاء سنستكمل درسنا وهو درس ما أغلى عيوننا طلاب الأعزاء تحدثنا في الحصة السابقة عن أهمية العين وهي وسيلة إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة تحدثنا على كيف نحافظ على عيوننا أولاً لا نجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت ولا نعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار أن لا نجلس بالقربي من شاشات التلفز اليوم طلابي سوف نقوم بتكمية حل تدريبات ما أغلى عيوننا ولكن أولاً سنقوم بقراءة الدرس قراءة تعبيرية ما أغلى عيوننا عين الإنسان غالية عليه فهي وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة وأنت أيها الطالب تحتاج إلى العناية بعينيك فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار وعليك أن تقي عينيك لذا لا تجلس بالقربي من شاشة التلفاز أو الحاسوب وإذا شعرت بتعب أو ألم فلا تتردد في زيارة طبيب العيون بعد استماعنا لدرس ما أغلى عيوننا طلابي سنقوم بمراجعة الأسئلة لماذا تعود عين الإنسان غالية عليه لأنها وسيلته إلى رؤية الدنيا لأنها وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة هنا أذكر طريقتين للعناية بالعين أولا لا أجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت ولا أعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار وكافي تقي عنيك من شاشة التلفاز أن لا أجلس بالقربي من شاشة التلفاز ما تنزل طبيب العيون إذا شعرنا بتعب أو ألم توقفنا طلابي الأعزاء عند التدريب رقم 7 فنقوم بقراءة التدريب معا ورتب الكلمات الآتية لأكون جملتين مفيدتين تحدثنا في الحصة السابقة في الحصة السابقة أو تعلمنا مهارات وهي مهارة الجملة الإسمية والجملة الفعلية وتحدثنا الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ بإسم وجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل هنا أرتب الكلمات الآتية لأكون جملتين مفيدتين هنا سامر سامر اسم برنامجاً شاهد شاهد هنا فعل عن حرف جر هنا سنكون جملة فعلية شاهد سامر برنامجاً علمياً عن الضوء هنا شاهد سامر برنامجاً علمياً عن الضوء هنا جملة فعلية هنا سامر شاهد برنامجاً علمياً عن الضوء هنا كونا جملة اسمية هنا نكون جملة اسمية هنا بدأت باسم سامر هنا اسم سامر اسم شاهد فعل إذن سامر شاهد برنامجاً علمياً عن الضوء هذه هي جملة اسمية والآن طلابين ننتقل إلى التمرين الثامن أختار من حروفي تجهدهما لأكون كلمات جديدة حسب المطلوب هنا كلمات تجهدهما تتكون من حرف تجهدهما هنا حرف التا حرف الجيم حرف الها حرف الدال حرف الميم حرف الأ هنا سنكون اسم ولد من كلمة تجهدهما هيا من يحاول ويقول لي اسم ولد؟ نعم جهاد هنا حرف جيم هاد جهاد ممتاز أحسنتم هنا ماجد مجد جاد هنا كونا عدة أسماء منها ماجد جهاد مجد جاد هذه هي أسماء ولد هنا عكس بنا عكس بنا هادما هادما هنا تضعه الملكة على رأسها هنا تضعه الملكة على رأسها ماذا تضع الملكة على رأسها؟ تاج ممتاز أحسنتم تاج هنا من حروف كلمة تجهدهما كونا كلمة تاج والآن ننتقل إلى التمرين التاسع أمل الفراغ على نمط المثال ثم أخرى لا تعرضهما إلى الضوء الشديد هنا تحدثنا طلاب الأعزاء في الحصة السابقة عن لا هنا الناهية لا الناهية هنا يأتي بعدها فعل مضارع والفعل هنا لا هذه هي هذه هي لا الناهية لا تعرضهما تعرضهما هنا فعل مضارع نلاحظ هنا حركتها السكون نحن تعودنا أن الفعل مضارع مرفو وعلامة رفعه الضمة ولكن هنا جاء قبلها لا الناهية إذن يأتي بعدها الفعل المضارع ساكن حركته السكون يعني مجزوم وعلامة جزمه السكون لا تعرضهما إلى الضوء الشديد هنا لا لا الناهية إذن تنهان عن فعل فعل معين واللا الناهية تستخدم تستخدم للنهية عن فعل معين وتسمى لا الناهية هنا تتأخر عن الدوام هذه سنضع لا الناهية لا تتأخر عن الدوام نلاحظ أن تتأخر هنا فعل مضارع حركته هنا السكون لا تلعب في الشارع لا تلعب في الشارع هنا تلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون كما نلاحظ هنا السكون لا تسرف لا تكثري من أكل الحلوى هنا نلاحظ لا هنا لا الناهية تكثري هنا فعل مضارع لا تسرف في الماء لا تسرف في الماء هنا تسرف فعل مضارع كما نلاحظ هنا حركته السكون يأتي بعدها الفعل المضارع ساكن وهكذا طلاب الأعزاء نكتفي بحل التدريبات سنكمل إن شاء الله في الحصة القادمة ما دمتم بخيط والله بالأعزاء شكرا للمشاهدة